السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معكم طبق جد رائع وخفيف ولديد آآ غادي يكونوا في اسماء اسمك مختلفة ولكن تقدروا تختاروا السمك اللي بغيته وغادي ان شاء الله نرافقه بشعرية الصينية ديال الاروز تمنى ان شاء الله يعجبكم وتفضلوا معي باش تفو تفاصيل الوصفة بسم الله على بركة الله كيف ما قلت لكم كتاخدوا الانواع ديال السمك اللي بغيتو آآ اول حاجة اكن غسلوهم زيان بالحامض والبرتقال باش كنزولوا منو زفورية ديال ديال السمك وضروري ما يكونوا ناشفين مزيان آآ السمك نشفوهم زيان عدة نستعملو هنا اخذت العاصير ديال بورتقالة هنا كيف ما كتشوفو معيان نصف حامضة غيش ويا ماشي بزاف الحامض هدي للمغيناد وللترقيضة والملح كيبقى على حسب ضوق ديالكم ولا حسب شحل غا تستعملو ديال آآ سمك هنا عندي آآ تلاتا ديال الفصوس ديال التو وهنا زيف حارة تقدروا تسودانية كارمة وهنا ضروري تستعملو وحد الكيمية كبيرة شوية ديال زنجبيل لانا باش غنسمو ده بهاد الحوت غيب الزنجبيل والبرتقال هما هما اللي غنقولو ليستعقديا لهاد ديالها الترقيدة هاتي هنا عندي لوتا يعني زائطرة عندي طريات قدروا تعودوا هاد الزعتر لما عندكم مش زائطرة صافي وغدا نرقد هاد السمك اللي عندي كله ونخليه من الاحسن نغطي ونخليه واحد ساعة في تلاجة ولا ساعتين من الاحسن طريقة مختلفة وكي تجي اكتر مع الاسماك البيضة هاد ترقيدة هاتي صافي هنا هاد السمك هذا كيقولو لي بالفرنسية كاغولي معرفتش بالعربية شنو سميتو سافي هنا غدا ولكن تقدرو يعني سعملو اي سامك يعني توفر عندكم هنا غدا نزينو بليزي شالوت البصل الصغير والزيتون الاسود وماطيشة يعني اللي طومات سوريز ماطيشة صغيرة هادا غدا نطيبو اه بحلا غدا نطيبو فلا فاب غادي جي يعني ان شاء الله رطاب هناك ان واحد الفيلي ديال زيت الزيتون غي شوية مشي بستعف بما ان الزيتون عندي شوية فيه الملح ما زيتش واحد رشيشة دي الملح القليل من الملح ولكن كتعجبكم السودانية شوية ديال الفلفل حارة الى كانت كتعجبكم هنا كنسدو عليهم زيان لانا غدا نبحلا نخنقو انا بغيت بغيتو يطيب يعني بحلا طيب فلافابوخ في البابيوت كي جي بحلا طيب فلافابوخ يعني في على البخار كنغطيهم زيان وكنسخن الفرن اعلى درجة يعني اه ميتين اوربعين كي يبقى تقريبا اه من اربع ساعات لعشرين دقيقة على حسب الفرن ديالكم ولا حسب الحجم ديال السمك لغدا تستعملو انا اربع ساعة صفي اوجد وجا رطب بحل بحل الزبيدة جا رطيته ما شاء الله وهنا عدنا هاد الوغوجة غدا نرقتو حتى هو في نفس الطرق اذا كيف ما شفتو معايا وغدا ندهنو بشوية ديالزيت الزيتون وحتى هو كيف ما شفتو معايا غدا نغطيه وفي الاخر يعني مني توصل اه خمسة دقائق غدا نزول هادا يعني البابيوت وهنا كيف ما كتشوفو معايا غدا نرش هاد السمك هادا هاد الحوت بشوية ديال آآ البصل الصغير اللي هو آآ ليزي شالوت يكونوا بقطعين ارقاقين يعني انا قطعتهم دوائر ارقاقين كيجي لديد 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 بسف هادا هاد البصل الصغير هادا تقدروا تعاوضو بالبصلة الخطرية هتا البصلة الخطرية كتجي لديده بسف وهنا عندي الزيتون الاخضار والزيتون الاسود قطعتهم يعني قطع صغيرة الزيتون الاسود كيجي زوين زوين بزاف هادا النوع دي الاسماك صافي وغدا نلفهم بهات طريقة هادي كيف ما كتشوفو معايا وغدا نستهم بالكوردان هنا راني كان نصور ونسيت راسي راني كان نصور كان هندار مع قلدي كي تسوي اني على جدرتي ليهم بحال هاكده اه اتمنى ان شاء الله تكون صورة واضحة انما نسيت راسي راني كان نصور اتمنى ان شاء الله يكون كل شيء اه واضح سافي غدا نسدهم كاملين بهالطريقة هادي ولا تلفهم بالطريقة اللي بغيتو اي باش كنغيرو شوية هاكده وصافي من بعد كنكونوا يعني سخنا الفرن الدرجة ديال الحرارة دياله ميتين وعشرين باش اه بحلا غدا نشويهم هاد 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 النوع هدا مغداش نغطيه غدا نشويه اه في الفرن غنخليه تقريبا اربع ساعة كيوجد وهنا على بركتي اللي غدا نوجده هنا شعرية الصينية اللي رقتها في الماء عندي ميتين وخمسين جرام وهنا عدي الفطر فتر اللي قطعت مشي الفطر شامبينيون طاغي اللي قطعته قطع يعني متوسطة ما كبيرة ما صغيرة وانا عندي فلفلة كبيرة قطعتها قطع صغيرة ما مشوياش الفلفلة انا عندي التوم تقريبا اربعة ديال فصوص ديل الثوم شوية ديل تحميرا الملح انا عندي الكركم طري والفلفلة حارة والزنجبيل عندي تقريبا ملعقة كبيرة ديل زنجبيل والزيتون الاخضر وغنتي هاد شي تشحر كيف ما شفتوا معايا من بعد ما شحر هاد هاد الخاليط هادا غنضيف لي هنا الشعرية الصينية وغادا رجعوه طيب تقريبا خمسة ديال دقايق ويلخصنا الى بنتلينا نشفات وخصها الماء نقدر نزيدها شوية ديال الماء هنا زيتها شوية ديال القصبور وصفيدة بكل شي وجد انا حطيتها هنا يا في الجناب وفرش شوية ديال الخص يعني الوسط ما حطيتش شعرية باش غدا نحط السمكة الكبيرة اللي نقطع لها مسكينا راسا ما ما سمعتنيش سيدة اللي قطعت لي ليش عندها الحوت وقطعت لي الراس ما بمل احسن نخليها بالراس واذا كزعاني في الجناب انا اللي خليتهم انا ما بغيتهمش تقطعوا باش نحافظ له على كيعجبني المنظر ديالها هكذا وحبه دا لو خلات لي احتى الراس واكن معليش يعني جت السمكة راسها مقطوع مسكينا اي وصفي كيف ما شوحتوا معايا يعني قدمت الطبق ديالي بها الطريقة هادي انتمنى ان شاء الله يعجبكم واذاك الغوجية غطعت ليه العينين دياله لانا انتيت مزولش ليه العينين وما كيعجبنيش هذوك العينين هكذاك مهم صافي قدمتهم مع شوية ديال الزيتون من ان شاء الله تكون عجباتكم الطريقة ديال التقديم على كلين كتبقى الطريقة ديال التقديم يعني كل واحده والضوق دياله من ان شاء الله اه يعجبكم هاد الطبق هادا جليد بزاف وخفيف السمك احتوا ما فيش بزاف ديال الزيت غي ان فيلي ديال الزيت الزيتون اه بالنسبة يعني لابغيتو في الاخر يعني ضيفو حد اللمسة ديال شوية ديال زيت السيتون باش الطبق ديالكم كيولي كي عندو كيبري يعني كيكون عندو حد الزيتون وكيكون المنظر دياله زوين بزاف وفي التقديم مزيان يعني ندير واحد الالوان مختلفة باش كي يجي المنظر ديال الطبق ديال بزاف اه المنظر جميل وفيت نقول ان شاء الله يكون الطبق ديال اليوم نال اعجاب ديالكم واشكركم جزيلا شكر على التشجيع ديالكم شكرا بزاف كتخلي لي دائما التعليق ديالكم التشجيعات ديالكم الله يجازيكم الف خير والى وصفة جديدة ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائه السلام عليكم اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر